النهاردة مارس كولر قال بعد المباراة في المؤتمر الصحفي أن مودست بيتسلط الضوء عليه بشكل سلبي طول الوقت وأن مودست لما بينزل بيقدي أدواره بشكل جيد وبيقدي المطلوب منه بشكل جيد رأيك إيه؟ وكلام غير منطقي إطلاقاً لكن هو السمرار للدفاع عن وجهة نظره أنه هو أثار أن هذا الأهل يتعقد مع العيب بالشكل ده وبالمواصفات دي هو كان بيتعرض عليه أنا عندي معلومات أنه كان بيتعرض عليه مهاجمين كتير جداً هو كان بيفصلها عشان مودست يجي طول معين بوزنه معين بشكل معين فدي وجهة نظره وخلينا نقول إن ده حقه إنه مدرب إنه هو يبقى لي وجهة نظره إنه هو اللي سيء فمن حقه إنك تجيب له البروفايل اللي هو عايزه يعني ولكن فكرة أنا من أول يوم جهة لما سألت على مودست قلت أحسن حاجة للنادي الأهلي إنه يدي فرص هيدهاله لحد تاني أقرب بسأل كهرابة يعني لأنه كل وقت هو بيلعب إحنا بنخسر إحنا بنخسر كنادي أهلي فرصة إن حد تاني يجهز هنحتاج هنحتاج كهرابة في وقت مهم جداً مش هنلاقيه علشان هو مش جاهز في مباراة أمبي في الدوري كهرابة أحرز هدفين ومباراة خلصة اتنين اتنين وكان ما نوزمتش في المباراة وبعد هلقيته ما بيلعبش لصالح مثلاً مودست فدي حاجة بالنسبة لي مقلقة بشكل كبير جداً وكولر جرب كتير في الدوري فعملنا نتائج سلبية كتير جداً في الدوري كلامي على مودست من أول يوم لآخر يوم كان في ناس بتقول لي هو ممكن بقى زي فلابي وبداياته وكانت صعبة بعد كده بقى طولهم لا سنة يسمح ولا الوقت يسمح وإحنا بتوع كوره من أول يوم باين إن المرونة مش موجودة المرونة مش موجودة يعني أنت سنة كبر يعني أنت خلاص دي ما مش هتعرف تعمل فيها حاجة حساسية الموطشات والكلام ده ده ممكن يجي مع المباراة مع السكة ومع كلا كان لعيب سنه كبير جداً لعب في أماكن كبيرة جداً جاي من نادي كبير جداً واضح أنه خلاص أقرب إن هو يبطل يعني المرونة كمان مش موجودة الفرص اللي بيتجيله يعني ما بيقدرش إن هو يتعمل معها بشكل كويس كل لحظة بيلعبها مودست في النادي الأهلي هي خسارة للنادي الأهلي وخسارة إن أحد من النادي ما ياخدش الفرصة دي والوقت الفترة الجاية مش هيسمح أنا قلت قبل المباراة اللي فاتت مفيش وقت كولر إن أنت تجرب فتصريحاته متمشية جداً مع وجهة ناظره وأنا لو مدارب بالمناسبة هعمل كده أي مدارب هيعمل كده يعني بيادعم وجهة ناظره مش مش بس العيب هو بيادعم وجهة ناظره لأن أنا شايف إن هو الخطأ الوحيد لكل المساعة مجنة دي جهلي هو اختياره المودست بعيد بشكل كبير جداً لكن في النهاية ما أنت ما عندكش غير إن أنت ما هيفضل معك لحد نهاية الموسم فكل ما بيلاقي فرصة أن يديله عدد دقائق بيديله دي ترجع له بقى لازم مدارب أولي حاجات بتاعته عامل عظيم